موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم معنا في برنامجكم الذي يتجدد عليكم كل يوم ويطل عليكم ولا شك أنكم كلكم شوق لهذا البرنامج الموسوم بسبحان الله وبحمده وهو برنامج تنافسي أولا نرحب بكم مرة ثانية ونرحب بالحضور معنا في هذا الستوديو ونرحب كذلك بالمتنافسين الثلاثة محمد وفاروق وعبد الرحيم ما أحلاها من أسماء وعاشت تلك الأسامي محمد اسم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أحلى أن تتسمى باسم محمد وفاروق على اسم عمر رضي الله عنه فاروق هذه الأمة الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل أما عبد الرحيم فهو اسم عبد لله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم فأهلا وسهلا بكم نبدأ بالمتنافس محمد محمد مرحبا أهلا وسهلا عرف من نفسك سلام عليكم سلام عليكم بنحبيل محمد 27 سنة عام اليومي ما شاء الله مرحبا بك فاروق السلام عليكم فاروق وارد مرحبا بكم نحن سعداء بك فاروق نحن أسعد فاروق وارد 26 سنة عامي في شركة خاصة أكملت دراستك؟ نعم ما هو مستويك الدراسي فاروق؟ مستر في الشريعة مستر في الشريعة ما شاء الله موفق أخي فاروق عبد الرحيم أهلا وعليكم سلام عليكم زوبر عبد الرحيم سن 28 سنة ما شاء الله أستاذ في الطور الثانوي مادة رياضية عبد الرحيم لو قلت لك كم تحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى ما تيسر ما شاء الله نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مع الجولة الأولى السؤال الأول في سورة الصافات المكية قال الله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين يقول السؤال التركيز أرجو منكم التركيز ولا تضغطوا على الزر إلا بعد سماع الاقتراحات الثلاث أو الأربع يقول السؤال ما معنى لفظ قوله تعالى اليمين أي من جهة الخير أو اليمين الجهة اليمنى يعني يمينه أو اليمين الحلف بالله هذه ثلاثة اقتراحات ثلاثة اقتراحات نعم السؤال الثالث الاقتراح الثالث شيخ الاقتراح الثالث هو اليمين الحلف بالله الإجابة خاطئة أخي محمد ركز جيدا مع السؤال أعيد الاقتراحات نعم لكم ذلك يقول السؤال ما معنى لفظ قوله تعالى اليمين إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين هل هي من جهة الخير أو اليمين الجهة اليمنى أو اليمين الحلف بالله إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين تفضل فاروق من جهة الخير نعم من جهة الخير من جهة الخير الإجابة صحيحة بارك الله فيك أخي فاروق الجواب كالتالي لفظ قوله تعالى اليمين هو من جهة الخير أي إنكم كنتم تاتوننا من جهة الخير فتصدوننا عنها كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي كنتم تأمروننا بإتيان الخير وأنتم في الحقيقة شر الناس تنطقون بما لا تفعلون مباشرة إلى السؤال الثاني السؤال الثاني قال الله تعالى في سورة الحشر المدنية والذين تبوأوا الدار وليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يقول السؤال في أي سنة إن عقدت بيعة العقبة الثانية السنة الثانية عشر للبعثة ركزوا السنة الثانية عشر للبعثة السنة الثالث عشر للبعثة السنة الرابع عشر للبعثة فاروق العادة السنة الثالث عشر للبعثة والإجابة صحيحة الجواب كالتالي أتت ثمار بيعة العقبة الأولى أكلها فما إنذار الحول حتى قدم مكة المكرمة في موسم الحج من العام الثالث عشر للبعثة المحمدية الشريفة لأداء المناسك بضع وسبعون نفسا من مسلمي يثرب يعني المدينة رضي الله عنهم جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين بايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خفية على بيعة العقبة الثانية يعني بايعوه خفية بايعوه على بيعة العقبة الثانية والتي تعرف ببيعة العقبة الكبرى على نصرته ورفع دعوته ووعدهم صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الجنة التي أعدت للمتقين الباررة من عباده سبحانه العقبة ما معنى العقبة؟ العقبة هي مكان بضواحي مكة يعني قريب من مكة قريب من منه به توجد الجمرات عنده تمت البيعتان بيعة العقبة الأولى المسمى ببيعة النساء وبيعة العقبة الثانية إلى هذا الحد يكون فاروق معنا قد تأهل إلى الجولة الثانية بقي التنافس في هذه الجولة والسؤال الأخير بين عبد الرحيم وبين محمد من يجيب على هذا السؤال يكون قد تأهل معنا إلى الجولة الثانية أنتم جاهزان عبد الرحيم أريد هذه الابتسامة محمد أنت جاهز؟ إن شاء الله هاي شرف الجمهور والمشاهد السؤال الثالث من الصحابي الجليل الذي لقب بعد استشهاده بذي الجناحين هل هو الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أم الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أم هو الصحابي الجليل عامر بن الأكوع رضي الله عنه من هو الصحابي؟ جواب الثاني يا شه الجواب الثاني من هو؟ حمزة الإجابة خاطئة عبد الرحيم جعفر ابن أبي طالب والإجابة صحيح الصحابي الجليل الذي لقب بعد استشهاده بذل جناحين هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حي ابن جعفر رضي الله عنه إذا سلّم عليه كان يقول قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين رواه البخاري نبذة تاريخية عن الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب نستمعها من الزميلة صارة جعفر بن وبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن ندر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معذ بن عدنان الذي ينتهي إلى نبي الله سيدنا إسماعيل عليه السلام أب العرب الذين يسكنون الحجاز والذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه خلقه وخلقه خلق وخلق خير الأنام محمد بن عبد الله رسول الله عليه أزكى صلاة وسلام علي البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال لجعفر من أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي الهاشمي الكناني القرشي المكي ثم المدني أخو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لابويه أمه الصحابية الجليلة فاطمة بنت أسد الهاشمية القرشية التي أسلمت وهاجرت ولد بأم القرى قبل البعثة المحمدية الشريفة يكنى رضي الله عنه بأبي عبد الله من جبلة من أسلم قديما بمكة قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم رضي الله عنه ويدعو فيها أوذي في ذات الله هو وزوجه الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس الخسعمية خلج مع نفر من المسلمين الضعفاء المدحورين المقهورين المطرودين إلى أرض الحبشة إلى أن يجعل الله لهم فرجا ومخرجا وبعد أن نبث بها سنين عدة نحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار هجرته وقد وافق قدومه المدينة فتح المسلمين خيبر بقيادته صلى الله عليه وسلم كانت له هجرتان هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لكم أنتم أهل السفينة هجرتان خاض معركة مؤتة التي دارت رحاها سنة ثمان للهجرة بين المسلمين والروم وكان نائب أمير الجيش جاد بنفسه وذلك في الله ورسوله مقبلا غير مدبر وكان قاتل بلواء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أمعنا في القوم الكافرين ألف سقط الطغاة المجرمين وهو يقول يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنى عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ذرابها ولقد نعى الرسول صلى الله عليه وسلم القادة الثلاثة لأصحابه رضي الله عنهم وبشرهم بشهادتهم في سبيل الحق تعالى فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور على الأعداء وإما شهادة ففوز ورضوان رساه الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه حيث قال فيه وفي أصحابه رضي الله عنهم فلا يبعدن الله قتلا تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفروا وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا صارما حيث يؤمروا فلا زال في الإسلام من آل هاشم دعاء معز لا تزونوا ومفخروا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة أو زيدا بن حارثة رضي الله عنه وقال إن قتل زيد فجعفر يعني من يحمل الراية وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة بن رواحة رضي الله عنه حديث صحيح أخرجه البخاري وَاللَّهِ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ وَلِيَّهُ وَلَيُظْهِرَنَّ دِينَهُ وَلَيَهْزِمَنَّ عَدُوَّهُ إلى هنا ننتهي من الجولة الأولى بترشح فاروق وعبد الرحيم إلى الجولة الثانية أما محمد فقد أخفق في هذه الجولة محمد موفق إن شاء الله في مسابقات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن قد سعيدنا بك كثيرا ونحن كذلك شيخ بارك الله فيكم عن المحيس الله يبارك فيك ونتمنى لهم توفيق إن شاء الله ونشكر من جمع فأنت ناجح معنا بإذن الله وفائز إن شاء الله شيخ فائز إن شاء الله بما تعلمنا في هذا البرنامج وإن شاء الله ستقدم لك هدية من طرف البرنامج فلا يذهب تعبك ووقتك وجلوسك معنا سودا إن شاء الله شيخ الله يجزيك خير ويبارك فيك ننتقل وحضراتكم إلى الجولة الثانية الجولة الثانية دائما كما اعتدنا فيها سؤالات السؤال الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم يقول السؤال أكمل الحديث النبوي الشريف فالضلاء خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم فاروق وعبد الرحيم ركزا فكرا وانطلقا تفضل فاروق تفضل فاروق الحية العقرب والعقرب الكلب العقور والكلب العقور نعم وراب نعم وراب والغراب نعم الحداء 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 نعم هذه خمسة العقرب والحداءة والغراب والفأرة والكلب العقور الحديث متفق عليه لكن إجابتك قريبة من الصحة يعني قد تساعدك هذه الإجابة التي قد أخفقت فيها يعني قريبا من الحديث قد تساعدك في التأهل إلى الجولة الأخيرة الجواب كالتالي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب بكلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحداءة والغراب والفأرة والكلب العقور الحديث متفق عليه الحداءة من الطيور الجارحة من فصيلة السقور الكلب العقور هو ذلك الكلب المفترس يعني قريبا من هذا الحديث فاروق بارك الله فيك السؤال الثاني يعني عبد الرحيم لك الحظ في الإجابة والانتقال إلى الجولة الأخيرة قال الله تعالى في صورة النحل المكية وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ فَنُعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَيْفَ كَانَ مَدْيًا سيدنا شعيب عليه السلام يدعوهم إلى الاعتقاد الحقيقي والخالص بوحدانية الله وأن لا يشرك معه غيره في العبادة فهو الفرد الصمد الذي لا ند ولا نظير له والاعتقاد الجازم والصادق بيوم الحساب يعني دعاهم إلى هذا الأمر الذي يجاز فيه المرء عما كان له في الدنيا إن خيرا يره وإن شرا يره كما ذكرهم نبيهم سيدنا شعيب عليه السلام بسعة رحمته تعالى ولطفه بعباده المؤمنين الاستشهاد بكلام الله وهو أصدق القائلين قال الله عز وجل في سورة الأعراف المكية وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين إلى هذا الحد يكون المتنافس فاروق قد تجاوز هذه الجولة الثانية إلى الجولة الأخيرة فنقول له بوركتا وجزاك الله خيرا عبد الرحيم قبل أن تغادرنا لابد أن تقول لنا كلمة شكر خاص للأستاذ بيلال سويسي عفوا والقلواج على الحصة على حسن الضيافة الله يبارك فيك و الجمهور الحاضر معنا الله يبارك فيك جزاك الله خيرا أخي عبد الرحيم إخواني المشاهدين ننتقل إلى الجولة الثالثة والأخيرة لهذا العدد فتابعون أعزائي الكرام أشكركم على صبركم حتى الجولة الثالثة والأخيرة الجولة الثالثة والأخيرة المتأهل معنا المتنافس فاروق مرحبا بك في الجولة الثانية مرحب بك مرة ثانية هل أنت مستعد؟ إن شاء الله هذه كما تعلم أنها فيما حفظت من كتاب الله سبحانه وتعالى تحفظ من كتاب الله عز وجل؟ لا يسر ما تيسر؟ نعم إن شاء الله نبدأ على باركة الله نعم قبل أن تسمع السؤال لابد أن تأخذ نفسا يعني وتقرأ بتؤادة نعم السؤال يقول اقرأ الآيات الخمس الأوائل من سورة النمل المكية بعد الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ضاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ أُولَئِكَ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ ما شاء الله سيلا وطيبا بأحكامي التجويد والترطيل جزاك الله خيرا أخي فاروق مبارك الله فيك فقد فزت معنا بهذه الجولة فهنيئا لك وهنيئا لكل من شارك معنا قبل أن أستودعكم كالعادة وأشكركم على متابعتكم وحسن إصائكم معنا نتلو عليكم هذه الآيات التي قرأها المتنافس فاروق إلى ذلك من الحين نلتقي بكم إن شاء الله في عدد لاحق بإذن الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بلاخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بلاخرة زينا لهم أعمالهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في لاخرة هم لخسرون صدق الله العظيم